السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحلى متابعين سوف أقدم إليكم اليوم تفسير رؤية اسم سعيد في المنام اسم سعيد في المنام يشير إلى العديد من البشارات الطيبة والأمور الجيدة القادمة للرأي قريباً تشير إلى ما سينال الرأي من خير ورزق وفير في الأيام المقبلة رؤية اسم سعيد في المنام تشير إلى النجاح في تحقيق الأهداف وإلى اقتراب الفرحة للرأي ما تفسير رؤية اسم سعيد في المنام للعزباء رؤية العزباء اسم سعيد في المنام تشير إلى فرحة كبيرة تنتظرها في الأيام القادمة قد تكون مناسبة سعيدة كخطوبة أو زفاف وتشير إلى نجاح كبير ستحققه في مجال الدراسة أو العمل وتشير إلى الحظ السعيد والتوفيق وإلى تحقيق الأمنيات والأهداف رؤية العزباء اسم سعيد مكتوب بورقة في المنام تشير إلى أنها ستلتقي مع شخص جيد ستتزوج منه قريباً وستسعد كثيراً معه ما تفسير رؤية اسم سعيد في المنام للمتزوجة؟ رؤية المتزوجة اسم سعيد في المنام تشير إلى ما سيعم بيتها من برقة وخير وسعادة في القريب رؤية المتزوجة اسم سعيد تشير إلى أمر تمنت حدوثه سيتحقق قد يكون هذا بشارة بالحمل قريباً رؤية المتزوجة اسم سعيد تشير إلى ما تنعم به من حياة مستقرة وسعيدة مع زوجها وتشير إلى ما يتصف به زوجها من أخلاق حسنة وقرم وسخاء وإلى سعيه المستمر لتحقيق متطلبات أسرته ما تفسير رؤية اسم سعيد في المنام للرجل؟ رؤية الرجل اسم سعيد في المنام تشير إلى وظيفة جيدة سيحصل عليها قريباً أو تحقيق نجاح والوصول لمنصب في عمله رؤية الرجل اسم سعيد يشير إلى المال الكثير الذي سيرزق به الرأي رؤية الرجل اسم سعيد يشير إلى سماع أخبار سر قريباً أو إشارة إلى قدرته على الوصول لأهدافه وما يطمح إليه ما تفسير رؤية اسم سعيد في المنام للحامل؟ رؤية الحامل اسم سعيد في المنام تشير إلى أن فترة حملها ستمر بخير وسلام وأنها ستلت بسهولة ويسر ودون متاعب بإذن الله رؤية الحامل اسم سعيد في المنام تشير إلى أنها ستلت طفل سليم ومعافى وبصحة جيدة وستكون سعيداً جداً بقدومه رؤية الحامل اسم سعيد يشير إلى الحب الكبير الذي يكنه زوجها لها وإلى رغبته في إسعدها على الدوام قد تكون إشارة إلى أنها ستلت صبي والله أعلى وأعلم وبالنهاية اسم سعيد في المنام يشير دائماً إلى الصرور والفرح والحظ السعيد والتوفيق في الحياة يبشر بالخير وسماع أنباء صرة وإلى قدوم المناسبات السعيدة وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيراً جديد فلا تنسوا دعمنا دائماً بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء